خلينا بقى نروح وننتقل إلى مباراة الأهلي النهاردة شفت هذه المباراة زي أمام فريق المحلة فريق المحلة فريق جيد على ملعبه دايماً بيبقى بشارس وبيبقى وبتبقى الأمور صعبة جداً ولكن الحقيقة جوجة نظري نادي الأهلي النهاردة قدم مباراة رائعة على الأقل في الشرط الأول يعني أنا شايف أن الأهلي في الشرط الأول عمل شرط ما تعملش من سنين من أيام موسماني يعني من أحلى الأشواط اللي شفتها للنادي الأهلي النهاردة عايزين نقيم الموضوع من بدايته مشاكل المحلة اللي حصلت أنا كنت أسألك الأهلي وبعد كنت أسألك المحلة هل المشاكل دي أثرت بشكل سلبي؟ جداً طبعاً مع تفوق النادي الأهلي النادي الأهلي النهاردة بصراحة عجبني جداً ضغط مستمر من فوق مع إصرار المحل على أنهم يحضروا من تحت معلش يعني أنا برضو لازم أبداً مدرب زكي أنا شايف أن النادي الأهلي فائق قوي وبيضغط من فوق بالرباعي الهجوم اللي عنده صحيح فطبع ما حضرش خلاص أنا أنقل اللعب على نص ملعبه على طول بكورة طويلة أنا أقدروا أعمل اللي أنا أعايزه نعم أو هناك أعمل اللي أنا أعايزه بالزبط يعني أنا اللعب على يعني أبعد الكورة عن نص ملعبي لنص ملعب الأهلي وهناك أحاول أشتغل على كده لكن دي سيناريوهات لازم المدرب يحطها لأن معلش أنت بتلعب النادي الأهلي أوكي نادي يعني أحسن نادي في أفريقيا فالمفروض أننا متوقع أن ممكن النادي الأهلي يضغط عليها فأكون محضر البديل اللي هو الكورة الطويلة اللي أقدر أستغلها وأقدر ألعبها على المهاجم وأقدر أحط نفسي في نص ملعب بس ده ما حصلش لا ما حصلش ده غلطة للمدرب ده غلطة من المدرب طبعا أنه مش حاطة سيناريو تاني هو المدرب كان فقد التركيز يا كابتل لأنه كان حيروح نادي تاني وبعد كده رجع هل ده بيفرق؟ أكيد أكيد المنظومة كلها فقد التركيز في نادي المحلة على فكرة أنا كنت من أنصار أنه يمشي فعلا؟ على طول يمشي على طول بقى ماشي يبقى تفضل بالزبط لأن أنا مشي بس مع تحقيقه لهذه النتاجة كابتن برضو؟ ولا معلش هو معلش مين اللي إحنا عرفنا إمتى إحنا عرفنا مع تحقيقه النتاج المحل المحلة أكبر منه أنا ده رأيه اسم المحلة يعني اسم المحلة أكبر منه نعم فالمحلة ظهرتك أنت جاي بقى بعد كده تقول أصل أنا عندي أصل أنا عندي لا مع السلامة مع السلامة مع إيقافه بالليحة أنا هم يروحش نادي تاني الزبط في مصر لكن يرجع ويتم استقباله استقبال الأبطال أنا دي بصراحة عليها مئة علامة استفاهم دي أثرت على نادي المحلة وعلى لابة نادي المحلة وعلى جمهور المحلة طبعا لأن هم تفاعلوا قوي وقدوا لنفسهم الحق أن هم خلاص هم كسبانين المباراة هم نازلين المباراة أن هم كسبانينها كسبان لألي المحلة كان كل كل كلامهم لو لاحظت على السوشيال ميديا كله بيتكلم إحنا هنكسب الأهلي إحنا هنبقى الأول إحنا إحنا لا هو طموح مشروع طموح مشروع لو بالحالة الطبيعية اللي كانت موجودة في الفترة اللي فاتت لكن ما قبل هذه المشكلة بالزبط كده أوكي يعني حضرك شايف أن هذه المشكلة أفترض بشكل سلبي على المحلة وحتؤثر عليه خلال فترة الجانب مع تفوق النادي الأهلي النهاردة طبعا التوقف يعني أنا شايف أنه فاد النادي الأهلي كتير جدا جدا لعيبة الأهلي كمان ابتدت ترتاح عن السنين اللي فاتت السنين اللي فاتت كان ضغط مباريات ضغط مباريات على طول فكان ده بأثر على النادي الأهلي الراحة اللي ابتدوا ياخدوها كتير مع الشغل بقى يعني معلش أنا أنا كنت منتقد مسيماني في حتة أنه يدي راحات كتير وبالأربعة بالسبعة أيام والثمانة أيام وما فيش تمرين أنا بحس أنه كان البدني واقع عند النادي لا السنة دي كلور كان عمل شغل كواس قوي سواء فني أيوة سواء فني أو بدني من الناحية الفنية يعني إحنا مثلا فجئنا النهاردة ده وكانت مفاجأة يا كابتن ما أتحكش عليك إن بيرسي تاوي يلعب النهاردة أنا اتفاجأت زيك صح؟ يعني إنت لو قعب بتفكر عمرك ما هتلعب بيرسي تاوي هتلعب يا شريف يا شادي تمام صح؟ صح فجئنا بيرسي تاوي قبل كده فجئنا بكريم فؤاد ده معناه إن المدير الفني ده يعني أنا دلوقتي شوف إحنا بقى إنا مثلا دي 8 ماتش أو 9 ماتش الكولر مع النادي الأهلي أنا بتريدت النهاردة أقول إن إحنا عندنا مدرب كويس لإنه ما عاربش صح أو اللي غلط حاجة صحة حلي أدواته بيستغل أدواته أنا دايما من أنصار إن المدرب يعمل اللي هو عايزه لإنه هو اللي شايف التدريب هو اللي عارف كل حاجة كل حاجة قد كده أي نقطة صغيرة هو شايفها في التدريب بيشوف اللعيب ده نفسيته عاملة إزاي اللعيب ده فاق ولا مش فاق اللعيب ده حينفز اللي هو عايزه ولا لأ إحنا بنتفاجئ ولما بنيجي نحلل بنحلل بعد ما شفنا المباراة مظبوط هو اللي شايف كل حاجة جوه التمرين فقادر يوظف وخصوصا اللي هو مدرب كبير ومعنادي كبير فأكيد مش هيألف يعني طبيعي هو إحنا بنفتكره أنه بيألف زي ما بنقول في الكورة ده بيألف لا يعني هو لو حضرتك فاكر في مباراة الإسماعيلي أو اللي بعدها لما نزل كريم فؤاد ناحية اللي مين إيه التغيرة دي عم بالزبط كلنا أهلوية كلهم قالوا كده إيه التغيرة دي ما هي دي بقى دي يا كابتن إسلام الأدوات اللي هو عارفها وحافظها كويس وموظفها كويس ما هو ده برده ده زكاء للمدرب غير إنه زكاء دي شطارة 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 إن أنا أطور العين العين بالزبط إن أنا شايف صح وإن أنا أطور أداء اللاعب في أماكن معينة يعني عندي لاعب أقدر أستغله هنا وهنا وهنا دي شطارة من المدرب إنه طور أداء يعني كان مدرب فيلر اللي كان مسك الأهل قبل موسيماني قبل موسيماني كان رجل بورتغالي لا سويسري لا سويسري ده ده كان قبل موسيماني فيلر قبل موسيماني أيوة ده كان رائع كان سوارش اللي قبل لا أنا بتكلم على فيلر كان مطور أداء لعيبة الأهلي جدا جدا وحزنت إنه مشي من مصر لكن هو اللي كان عايز يمشي صحيح هو ده المدرب إنك إزاي تطور أداء لعيبتك فيه مدرب بيفرق مع العيب قوي وبيسيب بصمة مع النادي وفيه مدرب زي ما بييجي زي ما بيمشي ترجمة نانسي قنقر